ظهريا لإدخال المساعدات ولكن بطنيا عشان تخرج الفلسطينيين الموجودين نتيجة الضغط اللي حاصل يعني ضغطوهم من الشمال الجنوب وبعد كده بيضغطوهم في الجنوب وأحاديث كاذبة وطبعا زي ما بنسمع الأكاذيب اللي بتنتشر عن قيام قوات الاحتلال بعمليات في محور فلادلفيا كل هذا التصعيد الحاصل وكل ما يحدث هدفه هو تهجير الفلسطينيين قصرا وإن كان يدعي قوات الاحتلال أو تدعي قوات الاحتلال بأنه هجرة طواعي الحقيقة دي ملاحظة لها دلالة وعميقة فعلا المعلن شيء وهذا نعتاد عليه والتجاربنا السابقة تقول أن إسرائيل تمارس هذا المعلن شيء والواقع شيء والنواية شيء آخر إسرائيل قالت نحن مفتحين على المقترح المصري مجلس الحرب سيدرس ولكن هذا التباطئ إسرائيل أثناء هذا تقوم بإبادة جماعية وبهدم شديد مش للبنية التحتية بقى لا خلاص البنية التحتية كانت مرحلة وانتهت البنية التحتية الآن لهدم كل ما هو فوق الأرض وبعدين تتجه إسرائيل بتصعيد إلى جنوب لبنان وتطالب بشكل واضح وعلني ورسمي بأن يكون هناك وراء نهر الليطاني أول قوات لحزب الله طيب السؤال المهم ماذا ينوي حزب الله ما هي الأوراق التي لديه أي معركة عسكرية وأنا لست متخصص في الشؤون العسكرية ولكن على الأقل بالمنطق لابد أن تكون مستعدا فما هي استعدادات حزب الله لمعركة بمثل هذه العنف وإسرائيل تتوعد إذن لا تعطيها الفرصة فكر ماذا ستفعل ما هي خطوتك التالية ما هي أماكن القوة لك وأماكن الضعف وما هي الفرص وما هي التهديدات ده سوات أناليسيس القوة الضعف عندي إيه قوي عندي إيه ضعيف إيه الفرص اللي قدامي وإيه التهديدات اللي عندي إذا اتبعوا هذا وإذن الخسائر يجب أن تحسب الخسائر حتى لو كنت قوي الخسائر دي بقى أماكن الضعف اللي عندي اللي هو يتقال على ده على الإسوات أناليسيس وده علم وعلى فكرة المفاوضات علم وليست اجتهاد ولا يمكن أن تلجأ إلى الصوت العالي فتكون مفاوضا جيدا أو المناورات الغير محسوبة القرارات أثناء الأزمات إدارة الأزمات الدولية هي أيضا لها كتب وعلم وقمنا به دراسات وتأليف كتب في هذا الشأن الموضوع علمي إن هو القرار أثناء الأزمة مكلف جدا هذا أمر بقى أريد أن أطرحه لأن أثناء الأزمة أنت خلاص فوسط الأزمة القرار الذي يتخذ من الإدارة الفلسطينية يجب أن يعلم إما أن يكون ماء يطفئ النار وإما أن يكون زيتا فيشعل النار لازم اتخاذ قرار وحسابات تكلفة القرار تكلفة القرار إيه وبالتالي أنا أراها فعلا لا أبالغ يعني بعض المبالغات يقول لحضرتك بالدقيقة حكون متوازن وواقعي وأقول لحضرتك أنها على الأقل بالساعات ولكنها ليست بالأياب التكلفة بالساعات على مستوى الأدوية الأكل المياه مستوى أرواح المدنيين أرواح المدنيين اللي في النهاية كل ده حيأثر على تكلفة باشعة لعزل وأطفال ليس لديهم حلول لقد ذهبوا إلى كل مكان حتى الأنروا صرحت منذ أيام الأنروا وقالت لا يوجد مكان آمن في غزة طيب إيه هي نقاط القوة لدى المقاومة الحقيقة أنا الآن أراها بواقعية برضو عشان الناس بتتصور أشياء لا أريد أن أخذ فيها يعني تتصور أنك حينما تتكلم بأمل شديد وإن كان وهميا فأنت متفائل وإذا تحدست عن الواقعية فأنت متشائل بعيدا التحليل السياسي والاقتصادي بعيدا عن التفاول والتشاوم لا يوجد مسألة اسمها اعطيني أمل الحمد الشعبوي والتعاطف شيء والواقع شيء بالضبط والمفاوضات مع دولة زي إسرائيل هي تحتاج إلى مفاوض على أسس علمية يدرك تماما ويدرس نفسية الآخر أسلوبه في التفاوض حتى كيف تتفوز عليه في مفاوضات وأنت لا تعلم كيف تناول كل الخيوط أماكن القوة لدى المقاومة الفلسطينية ونحن نسميها المقاومة ولكن إسرائيل تسميها حماس وتضع أهدافا غير ملموسة حتى تستفيد بالوقت لأنه مش خسران هو عمال يضرب عمال يكسب فهو كل ما بيهد بيشعر أنه مرتاح طب في مشكلة لا تعطيه هذه الفرصة فكر ماذا عن غد وحينما تشاهد نشرة أخبار أمس وكأنك تشاهد نفس نشرة الأخبار منذ أسبوع منظر ومظاهر ومشاهد طبعا أماكن القوة عنده ضعيفة وعليه أن يقوله لنا هو على ماذا ينوي يعني يحتاجز الناس والرهائل طب إسرائيل على فكرة فيه مظهر عبسي آخر هي بتفرج عن بعض الأصر وبتقبض على نسجدات يعني برضو ده مظهر يلفت يفرج لك عن مية وخمسين ميتين تلتمية وبعدين يقبض على الناس تاني من قتلوا في الضفة بقى بعيدا عن غزة كمان يعني غزة عدت الواحد وعشرين ألف هذا الذي تم إحصاؤه وهناك أكتر من أربعة وثلاثين ألف وكنت منذ يومين يعني في جلسة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جلسة رسمية عادية ولكن مندوب فلسطين أشار إلى أن المفقودين أعداد ضخمة وأن المباني أكتر من تلتمية وخمسين ألف مبنى تهدم رقم رأيب وهذا مندوب فلسطين في المجلس الوحدة الاقتصادية العربية طيب السؤال إلى أين وهذا بقى الذي مصر التسعى إليه يجب يقف هذه الحرب فورا يجب فورا ثم مفاوضات ماذا نستطيع أن نفعل المساعدات هناك بقى قضية جانبية ظهرت نيتنياهو يناقش مع بايدن قضية الضرائب وتحصيل الضرائب للفلسطينيين لا لن نعطيها المسألة أكبر كثيرا من الضرائب ثم افتعال أزمة بايدن يقول لنتنياهو هذا ما تسرب ومن أنه تسرب إذن هو مقصود المكالمة انتهت المحادثة انتهت هذه لن تخدم القضية الفلسطينية وليس تزيل أولوية الآن أموال الضرائب